مجددا أهلا بكم إلى دائرة الشرق في ظل الحديث عن إنشاء قناة اسطنبول في تركيا أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من الخطط التركية التي ستربط البحر الأسود ببحر مرمرة وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط فما هي التفاصيل؟ موسكو قالت إنها لا ترى بديلا عن نظام القانون الدولي الذي حددته اتفاقية مونترو للملاحة البحرية بين مضيقي البوسفور والدردانيل والذي يضمن الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأسود بحسب روسيا الحديث الروسي عن المشروع التركي ترافق مع تأكيد موسكو أن الوضع في البحر الأسود يتصاعد بشكل ممنهج من قبل لاعبين غير إقليميين مشيرة إلى أنها ستراقب عن كثب تنفيذ اتفاقية مونترو الموقف الروسي تزامن مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين قدرة سلاح البحرية الروسية على رصد وتدمير أي عدو وذلك بعد أسابيع من توتر في البحر الأسود بعد مرور توجيه روسيا طلقات تحذيرية باتجاه سفينة حربية بريطانية مرت بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم الأمر الذي اعتبرته روسيا خرقا لمياهها الإقليمية في المقابل أعلنت الخارجية الأوكرانية المطلة على البحر الأسود أنها تنصق مع كل من جورجيا وملدوفا بهدف تحسين الوضع الأمني في البحر الأسود مضيفة أنها تناقش ذلك مع حلف شمال الأطلسي النيتو ساحة صراع جديدة ملتهبة بين الغرب وروسيا هناك في البحر الأسود الذي تتواجد فيه قوات بحرية لدول عدة تحمل معها احتمالات متصاعدة لحدوث صدام هناك بدأت تصحيد مع اشتداد التوترات الحدودية بين أوكرانيا وروسيا والذي دفع واشنطن في التاسع من أبريل للإعلان عن إرسال سفينتين إلى البحر الأسود لدعم كييف في مواجهة التهديد الروسية قبل أن تتراجع عن خطوتها سرع النيتو بإسطوله العسكري وكثف من تدرباته في منطقة البحر الأسود وهو ما اعتبرته موسكو تشجيعا للميول العسكرية الأوكرانية كما وصفت المناورات بالسطار الذي يتخذه الحلف لتزويد كييف بأسلحة حديثة تحركات رصدتها روسيا كاختراقات لعمق مياهها الاستراتيجية فعلقت حركة ملاحة السفن العسكرية والمدنية الأجنبية في أجزاء من البحر الأسود حتى أكتوبر المقبلة وهو ما رفضه النيتو وكادت الأحداث أن تصل إلى مواجهة عسكرية عندما أطلقت القوات الروسية تلقات تحذيرية على مصاري مدمرة بريطانية اقتربت من سحل شبه جزيرة القرم وهددت بقصف باقي السفن الحربية مواجهة روسية بريطانية أعقبها في الإسبوع التالي انطلاق منورات الحلف النيتو وأوكرانيا شملت أشرات السفن الحربية في استعراض استمر إسبوعين لإبراز قدراتهم الدفاعية عادت موسكو وهددت عبر قائد في الأسطور البحرية بأنها سترد بقصوة وصرامة على أي أعمال استفزازية في منطقة البحر الأسود مشيرة أن أعينها مفتوحة على تدريبات النيتو في محاور نقاشنا نسأل عما يحدث تحديدا في البحر الأسود واحتمالية التصعيد كيف ستتعامل روسيا أيضا مع قناة اسطنبول وتركيا وما الدور الذي ستلعبه جورجيا وأوكرانيا في صراع النيتو مع روسيا لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من باريس الدكتور بير بيرتيلو الأكاديمي والبحث في شؤون السياسية والأمنية في معهد الاستشراف والأمن في أوروبا أهلا بك معنا بداية دعنا نفهم ما أهمية قناة اسطنبول بالنسبة لتركيا وما الذي ستستفيد منه في حال إنشائها وكيف ستنعكس بالضرر على الدول الأخرى مثل روسيا التي أبدت قلقها من الخطط التركية هذه القناة إن بنيات سوف يكون لديه فائدتين فائدة اقتصادية وفائدة سياسية الفائدة الاقتصادية لتركيا هي أنه سوف يرفع ذلك من عدد السفن التي تمر من المتوسط إلى البحر الأسود إذن هناك عوائد اقتصادية لذلك أيضا لبناء القناة سوف يتم الاستعانة بعدد من الشركات التركية المقربة من الرئيس أردوغان إذن نتحدث عن سوق بمليارات الدولارات إذن هذه الفائدة الاقتصادية في سياق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا أما سياسيا فسوف تكون القناة المشروع الأكبر الذي سوف يذكر من رئاسة أردوغان الذي حتى الآن قام بتغيير تركيا على مستويات عديدة ولكن ليس لديه إنجاز كبير بنيا تحت رئاساته وأخيرا سوف يكون لديه هذه القناة الكبرى التي سوف تذكر من رئاساته طبعا هناك بعض المخاطر لأن هذا يعيد النظر في اتفاقية مطر التي وقعت في سويسرا بعد ولادة جمهورية تركيا الحديثة وانهيار الإمبراطورية العثمانية وكانت هذه الاتفاقية تلبي احتياجات كل الدول تركيا التي كان لديها حقوق إشراف على مرور السفن من البصفور رغم أن ذلك كان محدودا وقبل كل شيء كان يجب أن يكون هناك تشاورا مع الدول المطلة على البحر الأسود وربما يعاد النظر في ذلك عند بناء هذه القناة والمفارقة هي أن حتى الأتراك ورفعوا المستوى القدامى قالوا أن هذه الفكرة ليست سديدة لأن هذا سوف يستفز بعض الدول المجاورة بما فيها روسيا وسوف يعيد النظر في اتفاقية مونترو التي هي لفائدة تركيا ولكن تحترم أيضا الدول المطلة على البحر الأسود نعم هذه القناة لو تم إنشاءها ما الذي ستضيف من توترات في منطقة البحر الأسود التي أصلا تشهد الآن الكثير من الاحتكاكات بين كبرى الدول إذا ما طويرت هذه القناة فسوف يكون هناك اتفاقا ضمنيا يتعلق باتفاقية مونترو مما يعني أنه يتم احترام كل الدول المنطلة على البحر الأسود وهذا سوف يشكل تغيرا جاذريا نعرف أن كان هناك الكثير من التغيرات الجاذرية تحت رئاسة أردوغان منذ عشرين عاما وحسبه في السلطة وأحدث تغيرات في الإسلام السياسي والتوسع العسكري في الدول المجاورة والمتوسط إذا هذا الجمع بين الأعمال الاستفزازية والطموح لتركيا هي من شيعم أردوغان وروسيا تخشى أنه مع هذا التغيير وإذا ما تم بناء هذه القناة من دون التشاور الذي كان قائما بالنسبة للبوسفور قد ينظر بتغيرات أخرى وما نراه يحدث في البحر الأسود أي مشاركة أكبر للناتو وربما تقارب بين الدول التي ذكرتم في التقرير والتي واشطن تودمها للناتو مثل أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وهي لديها علاقات معقدة مع روسيا وربما تخشى روسيا هذه الأمور أكثر من القناة نفسها أن يكون هناك إخلالا في التوازن ورأينا أن أردوغان كان استراتيجيا في تصرفاته وكان بدأ يدق على باب الناتو وتم نظر إليه على أنه حليف غير موثوق به ولكن في هذه الأزمة الأغيرة مع أوكرانيا أبرز أنه ركيزة أساسية لناتو في الشرق هذا الحلف وهو الحليف المسلم الذي لا يمكن استخناء عنه إذن تصرف بذكاء ولكن مع روسيا يجب أن لا يبالغ لأنه إذا ما جاذف فأن روسيا وكما قال بوتين في هذه الساعات الماضية قد تتعامل مع أعدائها بطريقة قاسية جدا دعنا نصلت الضوء أكثر على ما يجري في منطقة البحر الأسود عندما تتحدث موسكو عن أن ما يجري هناك هو تصاعد بشكل ممنهج من قبل لاعبين غير إقليميين من تقصد باللاعبين غير الإقليميين إلى من تشير وكيف ستراقب تنفيذ اتفاقية منترو عندما تقول أيضا أنه ستراقب تنفيذ اتفاقية منترو هل هي تشكك في مسارها في التزام الدول الموقعة عليها؟ عندما يتم الحديث عن فاعلنا من خارج المنطقة فهي تتحدث عن الولايات المتحدة ومجموعة من الحلفاء المقربين ومن بينها فرنسا وكان هناك تهديد في التمارين المشاركة في إطار حلف النيتو وأيضا بريطانيا وروسيا تعتبر أن هذه الدول ليست متواجدة في بيئتها الطبيعية وأن تاريخيا البحر الأسود هو تحت نفوذ تركي روسي وإبانا الاتحاد السوفيتي نعرف أن معظم الدول كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي وبالتالي روسيا لا تتقبل أن يأتي حلف النيتو ويجازف في هذه المنطقة وهو يجب أن يكون في شمال الأطلسي وليس في البحر الأسود ورأينا أنه منذ بداية رئاسة بايدن هناك زيادة في التوترات مع روسيا ترامب كان يحسن التعامل أو إدارة هذه العلاقة مع روسيا من بايدن وبايدن يود أن يظهر أنه يختلف عن ترامب ويود أن يبرز أنه أكثر اهتماما بحقوق الإنسان واحترام القوانين الدولية في حين أننا نعرف أن ترامب لم يكن نفسه يحترم القانون الدولي وكان أحيانا يتلافى هذه القوانين إذن نلاحظ هذه الأزمة منذ وصول بايدن إلى الرئاسة والروس حذرون ومرة جديدة يجب عدم المبالغة مع الروس ورأينا ما حدث في سوريا أن في لحظة ما حاولت تركيا أن تتواجه مع روسيا ولما تنجح إذن يجب أن تكون حذرة وأعتقد أن روسيا ذكية ولن تخوض حربا ولكن ما يقلقها هو أن يكون هناك دول جدد ينضمون إلى حلف الناتو أو يتقربون ويكون حلفاء ذات أولوية للناتو مثل أوكرانيا ومولدافيا وجورجا ولكن روسيا أيضا لديها قدرة الضغط على هذه الدول إذا ما تقربت كثيرا من حلف الناتو وهي أيضا يجب أن تكون حذرة أنا مضطرة لأشكرك كنت معنا من باريس عبر الأقمر الصناعي الدكتور بيير بيرتيالو الأكاديمي والباحث في شؤون السياسية والأمنية في معهد الاستشراف والأمن في أوروبا شكرا جزيلا لك قصر قصير مشاهدينا قبل أن نتابع باقي ملفات دائرة الشرق شكرا جزيلا لك